الناس اللي كانت بتتكلم يعني ايه تقاليد الاهل ويعني ايه مبادئ الاهل ويعني ايه مكان يبقى له تقاليد ويبقى له مبادئ وان المبادئ ديات مبادئ انسانية بتمثل افراد اعتقد الكلام عن حارس المبادئ والقيم التاريخية في الاهل الكابتن محمود مختار تيتش يكفي ردا على اي محاولات لهذه قيمة تقاليد الاهل في كيانه وكيان الاهل في قيمته على فكرة والله العظيم اعداء الاديان اعداء الدول اعداء الكينات اعداء الرموز كلهم بيضربوا في الحتة دي لما يكون الاسلام هو دين التسامح والعدل والتواضع يطلع لك بقى المتطرفين يدولك النموذج اللي خلي الناس ما تتكلمش في الحاجات دي وبتيجي تتكلم في الحاجات دي وكأنك انت اللي ايه اللي لا المرجو الذي لا تريد ان تناضل من اجل المارك وهو يعني السم في العسل نفس الشيء الذي يدعي الدول لها تقاليد ولها عراق الكيانات الاسر العائلات والقبائل والعائلات وكل عائلة يشار اليها بما يميزها بالزبط من هذه التقاليد بالزبط فالذي لا يريد ان يرى هذا خلاص لكم دينكم وليا دين ما تجيش نحيتنا بقى سيبنا ماشيين في وهمنا ومعنا عشرات الملايين ان احنا نفتخر بان هذا النادي يرعى القيم والمبادئ ولا ينظر الى النتائج ان هي الغاية تبرى الوسيلة ورغم كده انت شايف ان لا ان القيم الحق والجمال والخير روح يقرأ كلمتين تانين بدن محد يحكوهم لك لا احكي تاريخ الاهلي وقرأه او اسمع التاريخ الذي لا يكذب عندما يتمسك الاهلي بالقيم فينالي الحسنيين صحيح تنتصر القيمة مع الاهلي والنتيجة صحيح تنتصر القيمة لله